دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي أعمال المرحلة الثانية بترميم المتحف الوطني وخلال التدشين شدد وكيل المحافظة على ضرورة التقييد بالمواصفات والحفاظ على الطابع الفني والمعماري والزخرفي للمتحف لافتا إلى خطورة مخطط الميليشيات الحثية في استهدافها للمعالم التاريخية والأثرية في المحافظة التي تزخر بها من إرث الدويلات اليمنية القديمة من مساجد ومنارات ومآذن ومدارس ومتاحف وقلاع وحصون مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع سيتم تنفيذها وتستهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمحافظة مشيدا بدعم منظمة التراث العالمي مؤكدا عزم السلطة المحلية على استعادة ما تم نهبه من مقتنيات المتحف من جهته استعرض مدير متاحف تعز رمز الدمين حجم الأضرار التي طالت المتاحف والمعالم الأخرى جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الحثية وبخاصة المتحف الذي تعرض للتدمير والنهب موضحا إلى أن كلفة أعمال المرحلة الثانية من الترميم بلغت 56 ألف دولار بتمويل من منظمة التراث العالمي ترجمة نانسي قنقر